اهلا بكم مرة تانية واحب فكركم يريد 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 تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتكتبوا لو تعليق كده كويس يعني بحيله اي حاجة كويسة كده بس يريد تعملوا اهم حاجة السبسكرايب واللايك لان كل ما تعلم عدد بكل ما فيها من محتويات ستتوصل لعدد اكتر النهاردة هنتكلم عن انتخاب الرئيس الامريكي لان فيه لغة وفيه حاجات والاعلام ساعات بيجيب ناس ما بتبقاش فاهمة وفي الموضوع وبتقول كلام مش مضبوط انا كواحد بيكتب في مرة اخرى بعرب بنفسي انا اكتب في جريدة عربية مقالتين شهريا مقالة سياسية ومقالة ادبية وايضا احيانا اكتب في جريدة امريكية اسمها Florida Times Union بالانجليزي طبعا اكتب في اكتر أولية ناشطات في الحزب الديموقراطي وكنت مع حملة انتخابات أوباما في المرة الثانية اللي كانت في 2012 وده ابتديت من ساعة لما نجح واخد الرياسة في 2009 هو نجح في 2008 واخد الرياسة في 2009 وانا كنت مع الحملة يعني معاه بدعمه وابتديت بعدها اكتب انا كنت قابلة اكتب في مواضيع كتيرة وفي مواضيع كتيرة كانت مهمة جدا انما والدتي كانت بالله يرحمها كانت تقول لي لا ما تنشرش حاجة ما تعملش لان ممكن يتعملك مشاكل انت بوش دوان يعني صعب وممكن اي كلمة تتفهم بطريقة او بتاع لان طبعا انا كنت هكتب نقد لما يحدث فما كانش محبوب قوي فكنت ساكد اما ميسيك اوباما ابتديت اتكلم وابتكلم على اول مقال لي لانه مقال مهم جدا واتنشر في اكتر من جريدة هنا هذا سيبقى له حلقة كده جزء الواحدة انما بفكرة انتخاب الرئيس في الانتخابات طبعا وفي الانتخابات بقى الاولية والنعبال ما تصفي كل حزب المفروض يصفي على واحد في الاخر وبعدين في الانتخابات اللي بتحصل في نوفمبر دي بتبقى على بين ديمقراطي وبين جمهوري وفي من احزاب تانية زي حزب الاخدر اللي كان بيرقاسه وكان دايما مرشح مهم هو رالف نادر ورالف نادر دا محتاج كلام عنه لانه رالف نادر دا كان وراء تغيير كبير جدا في الانتاج والبردكشن والحقوق العمال وحقوق المستخدمين يعني الكونسومرز اكت والليبر اكت والحاجات دي كان هو وراها ولو تفتكروا بس كده نقطة على جنب في السبعينات كان فيه اوتوبيسات الجيل مثلا بتاعنا كنت طفل يعني كان فيه اوتوبيسات كده تقراكة كتمشي في الشوارع طبعا نقل العام يعني كانوا نسمينها اوتوبيسات كارتر او فيه ناس كانت بتتاري عليها كارتر لان كانت تعمل الصوت غريب والعدم بتاعها كان صعب جدا نديا كان هو رالف نادر كان سبب انها تتشال من الطرق يعني انها تتمنع انها تتركب لانها كانت اولا فيها عيوب في المطور وفيها عيوب العدم كان صعب جدا يعني كانت ملوثة للجو جدا انتخابات الرئيس هنا بتهم طبعا انت بتروح تقدم انتخابك كأصوات لكن الاهم هو فيه عنصرين اللي هو الـ popular vote اللي هو عدد الاصوات والـ electric college اللي هي الكلية الانتخابية كلية الانتخابية بادي ايه اللي بتحدد مش الـ popular vote لان الـ popular vote حسب كل ولاية اللي خد الاغلبية ياخد الـ electric college بتاعة الولاية ديه في بعض الولايات كانت عايزة تغير القانون بحيث ان يبقى النسبة يعني ده لو خد مثلا 100 ألف وده خد 90 ألف لو الولاية مثلا فيها نقول بتدي عشرة فده هياخد النسبة بتاعة الـ 100 ألف وده هياخد النسبة بتاعة الـ 90 ألف يعني العشرة تتقسم على حسب النسبة بس يعني ده كلام ما بيحصلش هو لو العشرة عشرة كلهم هيروحوا للي خد الـ 100 ألف واللي خد الـ 90 ألف دوا يتقلوا مع السلامة حتى وإن كان المرشح بتاع الـ 90 ألف ده خد الأغلبية في المجموع الكلي بتاع كل الولايات فده اللي دايما بتحصل بتعمل مشاكل مع الرئيسة لو خدوا فقط الـ electric college ومن ضمن الحاجات الجميلة مع أوباما إن أوباما في المرتين خد الـ 2 الـ electric college والـ popular vote يعني خد الأغلبية العددية وخد الأغلبية في الـ electric college وده كان سببه إنه هو برضو نجح في فلوريدا لأن فلوريدا بالذات في المرة التانية كان الحاكم بتاع فلوريدا عمل قوانين وعمل حاجات بحيث إنها تصعب على المنتخبين إنهم يروحوا ينتقبوا أقلل عدد الساعات أقلل عدد الأيام فبقى من الصعب إن الناس روح نمى في الأخرى الناس في ميامي ووقفوا بتوابير لحد الساعة 3 الصبح تاني يوم ليلة الانتخاب وانتخبوا وخد الأغلبية أيامية بسبب فلوريدا وبسبب أكتر من ولاية تانية يعني دايما اللي هو بيسموه سوينجر ستيج اللي هي بتبقى متأرجحة في ولايات بتروح تبقى الديموكرات في ولايات بتروح تبقى الريبوبليكن حسب المرشح وحسب كده إنما في ولايات معروفة يعني حتى في لما تدخل على الالكتر كاليج ماب تلاقي في ولايات معروفة إن دي الأزرق ده ديموكرات والأحمر ريبوبليكن هي على طول دايما يعني مثلا معروف تكساس ريبوبليكن معروف كاليفورنيا ريبوبليكن نيويورك كاليفورنيا ديموكرات نيويورك ديموكرات معظم الولايات اللي هي في الشمال الشرق هتلاقيهم ديموكرات النص حسب بقى النص الجنوبي ده كلهم ريبوبليكن كله أحمر فيه في النص بيبقى فيه منهم متأرجح فيه منهم برضو في الشمال يعني مثلا شمال الغرب زي واشنطن ستيت اللي هي اللي جنب كندا من ناحية الغرب دي دايما ديموكرات ففي النهاية بيبقى حسب هو الولاية رايحة الأغلبية العددية راحت لمين فالإلكترا كاليش بتروح حتى لو فرق صوت واحد بتروح للإلكترا كاليش بتروح للشخص ده فمثلا ترامب خد الأغلبية العددية هيلاري خدت الأغلبية العددية وترامب خد الإلكترا كاليش لأن هو كسب أكتر من ولاية لأن كان الفرق بسيط وفرحت له وهيلاري اللي اتغلبت والنقطة كمان التانية إن من العيوب بتاعت اللي هي الديمقراطيين إن تلايهم دائما متمركزين في المدن الكبيرة هتلاقيهم أكتر في لوس أنجلوس في سان فرانسيسكو في سيادل في نيورك حتى هنا في فلوريدا هتلاقيهم أكتر في أورلاندو في ميامي هتلاقيهم متمركزين في منطقة معينة وفي مدن وفي ولايات معينة هذا يجعل عددهم كبير إنما في حتة مناطق معينة ليس مفرطحين مثل الجمهوريين موجودين في كل الولايات وبالذات الولايات اللي في النص دي كلها لأن الديمقراطيين لا يحبون يعيشون في الولايات اللي هي متخلفة يعني مثلا في ولايات مفاش أي حاجة يعني بتروح بتتمشي هتلاقيهم لسه عايشين على السليب بتاع الحياة القديمة وحياتهم بدائية جدا ومفيش مدارس مفيش جماعات لها معنا مفيش ثقافة مفيش كده مفيش نشاطات فنية الديمقراطيين دايما بيحبوا كده بيحبوا النشاطات الفنية والحاجات الدينية فدايما هتلاقي الديمقراطيين هتلاقيهم الناس اللي هم المتعلمين واللي عندهم مهنة بالتعليم هتلاقيهم المحاسبين المحاميين الدكاترة المهندسين الصحفيين أدباء اللي هي محتاجة تعليم ومحتاجة ثقافة فبرضو بحكم شغلهم هيبقوا في المدن اللي هي فيها الأشغال دي يعني مش هيبقى في ولاية مثلا أو في مدينة مفهاش يعني هنا في مدينة عمر ما هتلاقي فيها مثلا بمهنة أنا كمحاسب لو أنا عايش في مدينة أضغر شوية مش هلاقي لأنه بالصدفة يمكن لو في مصنع حاجة يمكن يكون محتاج إنما في الشركات بمعنى شركات محتاجة محاسبين فدائما بتبقى المشكلة بتاعت الديمقراطيين إنه هو توزيعهم مش موجود في كل الولايات متساوي إنما دائما لما الديمقراطيين بيكسبوا لأنه هو معظم الوقت الـ popular vote بيروح للديمقراطيين يعني لو تفتكروا أل غور مع بوش أول مرة أول الـ popular vote كانت رايحة لأل غور وفلوريدا كانت المفروض تروح لأل غور بس حصل ممطلة وراحت لبوش في معظم الوقت لما الديمقراطيين بيكسبوا 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 بالاتنين لأنه already الـ popular vote هتروح للديمقراطيين إنما الـ electoral college بقى حسب الولاية لو ممكن تلاقي ولاية هنا ولاية هنا وكل الولايات وليها عدد معين هذا العدد يبقى حسب نسبة السكانية وفي نفس الوقت حسب أو مساوي لأعضاء الممثلين للولاية كأعضاء مجلس النواب فتلاقي مثلا فلوريدا عندها 29 كاليفورنيا عندها 55 في ولاية عندها النيورك برضو 29 في ولاية عندها 10 فحسب عدد الولاية فممكن ولاية واحدة تفرق في الآخر وأنا بنكمل الموضوع ده مرة تانية ونشورك